المتمر الإسلامي الجزائري ينعقد في سبعة جوان 1936 لأنه هذا المتمر ينعقد باشي دافع على مشروع بلوم يولاد الاندماجي صدر ما يسمى نتاق الشعب الجزائري والبند الثاني المتاق هذا مكفو من ست بنوت البند الثاني ينص على إدماج الجزائر مع فرنسا دون قيد وشرب في سبعتاش جوية نفس السنة دعته وفد إلى فرنسا برئاسة بن جلول ليون بلوم نسمح وزير رأس المزارع بعد انتصار الجبهة الشعبية وموريس بيولت الذي كان حاكم عام للجزائر من 25 إلى 27 بعدما تردوه تردوه المستوطنين لأنه كان نيبرال طرولي مصائل حاجس سمع بهم راحلهم في الوغران دوتان اجتمع عنها طول الليل قال له يا شيخ ببهديس أنت إنسان محترم من طرف الشعب الجزائي كيف توافق الأدماج مع العياء عيامهم؟ انتق ليه واحد اسمه طالب عبد السلام كان محامي ومتوريزي قال له الجزائر لانجيغي نجامي كان لين كان لين فرصاً فلا يتبعين يا جوال للغاية ويذكر الله تعالى خيار للغاية مع القاملين لأنك هم التقليد لها الانجيغي قبل ريضاً المترجم للقامل والتقليدatar لكي توجده انه مع هؤلاء حبارة المحر الاية للغاية لأنك هر من خلال الغاية و كله الليهاية لقد رقمت بفعل كذا هم التقليد Sa possibilité d'accéder à l'indépendance, c'est là que vous pouvez éventuellement témoigner qu'il y a eu le plus grand des effectifs des nationalistes qui ont rallié le parti. Ce jour-là, Misaïd Haji est arrivé au nom de l'Étoileur Africa au Stade Municipal d'Alger. Il a demandé la parole. On lui a refusé la parole. On lui a refusé la parole. Sur injonction de Bumbadis, أنا لقد أنه يُعَقُرُ لِلِمِتَةُ لِلِمِتَةُها،ً لِلِمِتَةُ 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 لاحظة من لزُّهُمْتَ أَحِنُونَ فلَمَ اُرِيْتَةُ لِلِمِتَةُ الآيْتَةُ يَنُونَ بِيْتَةُ وِيَتُوَنَ اوْ أَحِنِهُمْ تَعَنُونَ وَلَلَيْتَتَنُونَ علمواذا ربما في آخر العبور وإذنيرة الساية موسيقى